موسيقى شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم توقيع فعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي ثلاثة خطوط يبلغ طولها حوالي ألفي كيلو متر على مستوى الجمهورية التوقيع على العقد توريدي وتنفيذي وصيانة القطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين وزارة النقل وتحالف شركة سيمنز أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بقيادة شركة سيمنز الألمانية يوقعها من الجانب المصري وزير نقل الفريق كامل الوزير ويوقعها من الجانب الألماني الرئيس ورئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية دكتور رون بوش حيث أكد السيد الرئيس على أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط بسم الله الرحمن الرحيم خلويني أنا أرحب بيكم أهلاً وسهلاً سعيد بوجودكم وسعيد بتعاونكم وخليني أقول دايماً الكلام اللي أنا بحب أقوله لكل الشركات الألمانية اللي إحنا اتعملنا معها وإحنا في مصر عندنا تقدير شديد جداً واعتزاز شديد جداً بالشركات الألمانية وقدرتها على إنجاز العمل اللي بيتم التعاقد معها فيه فأنا بشكركم على ما تحقق حتى الآن وبتمنى لكم التوفيق وبدعوكم لمزيد من الجهد عشان ننجز هذا العمل العظيم اللي هو بيعتبر أتصور من أكبر مشروعات النقل اللي إحنا عملناها في مصر خلال 30-40 سنة اللي فاتوا فبرحب بيكم وسعيد بوجودكم معنا في مصر كما حرص السيد المستشار الألماني أولاف تشولتز على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا كما يستمرون في مصر تحرير مزيد من المنزل كما يمكن أن يدعوها في مصر الأماني أكبر من المنزل ومتعوها في مصر الأماني أكبر من المنزل سنة السنة التنسيخانات يبدو جمعاً جداً. هناك مرحلة للمشاكة من الماء. ونحن سنة التنسيخانات التي تنظر بها عقلتها. سنة التنسيخ لأيجبت في إيجيبت ستفيد ومحصول على جيد وغير المستوى. ونحن سيكون من المستوى المحاولة جداً. مع هذا المجتمع المتعجزية، المجتمع المتعجزية المتعجزية، جمع المتعجزية للأجيب والأجيب المتعجزية اشتركوا في القناة